شوف اللي بعد كده رقم سبعة لا يحمل على الرهبان والأساقفة ولا من يتعبد جزية ولا غرامة الله الفكرة ايه في الجزية مدى من موضوع تفتح الجزية يا سادة كما تعرفون كان لها سبب وجيه جدا تاريخيا كان الناس يتحاربون مع المسلمين على أساس دينهم واعتقادهم لا طمع في فلوسهم ما كانش عندهم فلوس الحروب في الحكبة الأولى من تاريخ هذه الدولة وهذه الأمة الإسلامية كانت حروبا دينية اللي يخلي واحد مسيحي مش مؤمن بأن محمد رسول الله ولا بيقول أشهد أن لا إله لله وأن محمد رسول الله اللي يخليه يخش في معركة ويتأتل بسبب محمد رسول الله دي هو أصلا مش مؤمن بيها اللي يخلي واحد يهودي يخش يدافع عن نبيه هو أصلا لا يؤمن بنبوته أصلا ما بيقولش بنبوته فيخش يتأتل عشانه ليه فده مش منطق وله عادل فلما كانت الحروب على هذا النحو كانت الرؤية الإسلامية واضحة جدا ما تحربوش ولا حاجة متشكرين وإحنا كمان هنحرب عنكم وهنحميكم بس سعدونا بقى بالمال فكانت الجزية مقابل مساعدة بالمال مقابل الدفاع هقولوكم على حاجة عجيبة جدا لما سيدنا أبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين الوحي أمين هذه الأم رضي الله عنه أرضا كان واليا على بعض البلدان وفتح مدينة من المدن جالوا التوجيه من الخليفة أنه يتحرك في اتجاه آخر وياخد الجند معاه علشان فيه معارك الناحية التاني فأدرك أنه لن يستطيع أن يخلف جندا أنه يبقي مجموعة سرية أو كتيبة تدافع عن أهل هذه المدينة أو أهل هذه القاري فقال لهم شوفوا بقى أنا خدت منكم الجزية على أنها دافع عنكم بس أنا مضطرة أسحب جنودي وهامشي فاتفضلوا الجزية بتاعتكم أهيه وإنتوا تولوا الدفاع عن أنفسكم إذا باغتكم العدو حد يحكم عقله كده ويقول لي الجزية بقى ساعتها كانت ضريبة عشان نرمهم على الإسلام ولا كانت قمة السياسة الحكيمة طيب النهاردة معاش عندنا حروب ديني أو في حروب دينية بس مش معلنة أنها ديني وأصبح المسلم والمسيحي لاتنين جنب بعض بيرو طراب الوطن ورماله وبيدفعوا الاتنين مع بعض عن حوزاته وحياضه وحدوده وبالآخر ودلوقتي هو لو طلعت على سينة مثلا هتلاقي واقف في الكمين المسلم جنب المسيحي بيحمي الوطن واقف على الحدود المسلم جنب المسيحي بيحمي الوطن قائد وجندي مش كده؟ وهتلاقي الدماء مختلطة في الحروب بتاعتنا كلها هل في هذه الحالة قلهم كمان يدفعوا جزية؟ لا ما عادش خلاص فتصبح الجزية كانت أمر تاريخي طيب احنا عندنا رهبان وأساقف ما لهمش في القتال دول قاعدين يتعبد ويقيموا شعائرهم يدفعوا الجزية اللي بقى فما يدفعوش أنا أتفق مع هذا البعض ممكن يعلق ويقولك ده هم اللي اخترعوا الوثيقة دي علشان يهربوا من الغرام يا راجل يعني هم يخترعوا الوثيقة يجملوا فيها دين الإسلام عشان ما يدفعوش جزية ما هواش منطقي لكن على كل حد أنا لا أجزم وأكرر هذا لا أجزم بصحة نسبة هذه الوثيقة لرسول الله من عدمه مع ذلك أكرر بأنها تتفق مع روح الشريعة ما عندناش في بنود هذه الوثيقة ما يخالف روح الشريعة بالعكس ده أنا أفخر ببنود هذه الوثيقة شفر شفر